يعني خليني أقول لحضراتكم حاجة كده في القلب برضو عن الحكومة بما أننا بيننا تواصل ومكشفة كده بمنتهى الصراحة يعني كنت أتمنى يعني كنت أتمنى أنه عدد تمثيل المرأة كوزيرات يكون أكبر من كده شوية يعني يمكن في حكومات سابقة كان عدد الوزيرات أكبر وكدت أتمنى أنه العدد يزيد لأنه لما نشوف الصورة حنلاقي أنه العدد قل لكن أنا عارفة كويس قوي أنه في عدد من النائبات اللي موجودين كنواب لسادة الوزراء وأيضا عدد من النائبات موجودين بالنسبة للسادة المحافظين ولكن أتمنى أنها تكون لمجرد الاختيار هذه الفترة ممكن ما كانش فيه الفرصة العدد لكن أرجو أنه يكون العدد بإذن الله أو أنه وجود المرأة وأنا عارفة كويس قوي أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عنده إيمان كبير بالمرأة المصرية ويضعها دائما في المقدمة ولكن من امرأة وإعلامية كنت أتمنى أنه عدد الوزيرات الفضليات يكون أكبر لكن إن شاء الله في المرحلة المقبلة يكون أيضا المرأة تتقلت زي ما هي موجودة كمحافظة كوزيرة كرئيسة لهيئات تبقى موجودة بإذن الله أكتر وأكتر أنا حليت المشكلة فضفتي امرأة وسيدة فاضلة وحنتكلم في هذه الفقرة تحديدا عن البيوت المرأة بالذات المصرية أكتر امرأة تقدر تجاوب عن حاجات كتيرة بتعيش البيوت المصرية حالة من الرعب سنوية بسبب السنوية العامة بتمنى حلم من أحلامي كده إنه السنوية العامة في ظل هذه الحكومة بإذن الله الجديدة ما نحسش بهذه المشاكل الكتير يعني وبالذات المشاكل مش بس في الامتحانات من أول يوم في السنة تسمع على طول فكرة سيبوا فلان عندنا سنوية عامة أو تلاقي الأم بقى مسكت راسها عندي سنوية عامة أو تحكي سيبوني سيبوني أنا مش معاكو أنا سنوية عامة وتغوط شديدة جدا على الطلبة وعلى الأهالي وعلى الناس بشكل كبير جدا أو شعار بنرفعه عندنا سنوية عامة المفروض إنها سنة تعليمية وسنة حتى لو كانت يعني يعني فيها بقى كلمة الفصل بأنه أنا هنتقل إلى الجامعة ولا نسؤل عمل تغير الوضع في الحياة تغير وضع في العالم تغير يعني فيبدو إنه لازم نغير ده بكل الأشكال وما تبقاش هي مصير المستقبل كله لأن المستقبل ممكن يتحدد من قبل ما نوصل للسنوية يعني السنوية العامة تبقى بس سنة بنعدي لكن أنا أبقى عارف أنا رايح فين خليني أكمل هذا الكلام مع ضيفتي الآن الدكتورة بوثينة عبد الرقوف الخبير التربوي دكتورة بوثينة مساء الخير مساء الخير أتفق مع الكلام اللي قلته؟ آه طبعا أكيد أكيد طبعا مش كده إحنا بقى سيدات مع بعض فرصة نقول اللي إحنا عايزينه أيوة طيب السنوية العامة هذا البعبع لنفسنا إن إحنا نتخلص منه وهذا التشكيل إزاي إزاي في ظل بقى حكومة جديدة ممكن تسمعنا إزاي نقدر نطلع من الحكاية دي يعني متبقاش السنوية العامة هي عنق الزجاجة دائما أولاً كل سنوية العامة مشكلتها ليه؟ ليه المسلم العامة عاملة مشكلة نظراً ليه النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتعليم العام والتعليم العالي عشان يحصل ليه أنا لما كان اجتماعية وعندي خراق اجتماعي وعندي وظيفة وديه موروسة من الستينات لازم أخذ شهادة عليها خد الجامع ومنذ الستينات بدأت المشكلة تظهر إزاي أما أصبح التعليم الجامعي مجاني قبل كده التعليم الجامعي كان غير مجان كان كل الناس بتخصنه يعمل بس اللي يكمل هو اللي عنده القدرة المالية أو اللي متميز فهيجدله منح وده موجود في كدول العالم عشان نبع عارفين الحقيقة يعني مفيش حد بيدخل الجامعة بالحكومة بياخده زي قرده على حسابهم هم عشان يكمل دراسته يعني الدول القلة يعني الصين وروسيا اللي بتخلي التعليم مجانا في الجامعي لكن المعظم العالمي يعني فأصبحت دلوقتي الجامعة هي طموح كل الطبقات المتوسطة والأقل المتوسطة لأنها مجانية ومن هنا أصبح إيه الفايسل اللي خليني أبقى أنا تعليم عالي أو أنا معي باكريوس أو أنا بقى موضع جامد في الحكومة الزمانية الحكومة هتوظفني كمان لستنة طبعا فكان سويا العام ومن هنا ابتدت مع مرور الوقت تبقى السنوية عامة هي البوعباب لا تبقى هي هي حياتي باب الحياة باب الحياة هخش منه أبقى راجل تعليم عالي معي باكريوس أو لسانت ولا هبقى مؤهل متوسط فمن هنا يعني عايزة أقول لحضرتك إيه حصل عملية تراكم مجتمعي تراكم مجتمعي إحنا دلوقتي محتاجين المؤهل المتوسط جدا جدا وخلينا نقول إنه إحنا نظرة المجتمع لازم ترجع تتصحح تاني يعني أنا بلاقي إنه كل أنواع التعليم فيها قيمة بس حضرتك المشكلة برضو يعني بقى فيه بقى فكرة مجتمعية للأسف هي كلها ثقافة مجتمع صحيح ماهاش علاقة بولادي لا ثقافة مجتمع أصبح الثقافة مجتمع اللي يخش تعليم صناعي مش هيكمل تعليم عالي يعني مش هيبقى بقى خريج جمعة وخريج تعليم عالي فيبقى تعليم متوسط وده ملوش مكانة اجتماعية والموضوع ده كل يعني اللي هيخش سنوية عامة فهيكمل فأصبحت مع الوقت برضو أصبح التعليم الفني عند وعي للمجتمع خلينا أتكلم على المستقبل ده تغير الآن يعني دلوقتي ما أنا أقول حضرتك بقى يعني هو تغير على الأرض على الأرض لكن في وعي المجتمع تغير يبقى أنت محتاجة مننا بتبصي لي طبعا كأعلام أنا مش بس بقول إعلام هو عايز تعليم في المدرسة طوعية يعني كمان للأولاد أمور طوعية الإعلام الدراما الثقافة يبقى كلنا بيعني فكرة العامل الماهر الصناعي المصري اللي تتلف في إيده حرير ده ما هي برضو القصط ده أنا دلوقتي كمان الصناعي أنا عندي بدلوقتي التعليم الفني ما بقاش زي ما حريك بتقول ببس تعليم فني الصناعي القديم الفكرة القديم لا ده أنا عندي مدارس تكنولوجية تطبيقية أنا خلاص الكلام ده يعني تعليم الفكرة القديمة بس المفروض تغيرنا أننا ننشره فبالتالي يبقى فيه منافسة ما بين المدارس التطبيقية الفنية أو السنوية العام بالضب فتهدى حالة السنوية العام وحاجة كمان مهمة قوي هي دايما ليه الناس كانت بتحجي مع التعليم الفني فكرة أنه ملوش تكملة دلوقتي ليه تكملة دلوقتي يعني هم ابتدوا بس لأسف أنا برضو أطالب الوزارة لكل نظم التعليم الفني يعني ما بقاش مثلا بس كليات الهندسة اللي هما تعليم فني صناعي لا أنا عايزة كل يعني كل الأقسام اللي فاتعليم فني يبقى عارف الطالب أنه هو لا أنت لو جابت المجموعة هتخش عادي كليتك هتخش هما بيخش بس بيعملوا معادلة ومعادلة صعبة زي السنوية العامة تبقى صعبة جدا برضو مسهلة وهو داخل الصناعية عشان يهرب يعني خلينا نقول أنه إحنا لو بنحط يعني أمام التعليم بنحط الملفات دي بنقول أن إحنا التعليم الفني ده نرتقي به زي ما هو بقى عظيم وبعدين إحنا عندنا دلوقتي كنا منتكلم عن الصناعة وتوطين الصناعة عايزين عمال مهرة ويكونوا أسد زي متعلمين ويوصل ليه بقى مهارات تكنولوجية طبعا العامل العادي انت النهار ده لما تيجي الدوري على عامل تقولي أنا عايزة أسطة زي زمان في الأسطة زي زمان ده عايزين وبقى متعلم أيوة ويملك مهارات تكنولوجية حديثة أنا كمان بقترح أتمنى ده يعني لو تسمحيلي يعني أقترح كلمة التعليم الفني خبرتها في وجدان المجتمع المصري مش حلوة في الوجدان ده تعليم صناعي فني لو حولناها لنسميها المدارس المتخصصة على أساس إنها يعني نضحك على نفسنا طب ليه من واجه لا مش نضحك يعني قصد أقول إن ما هي فعن متخصصة يعني أنت حضرتك هل هي مش كلها صنايع حلها إيه حضرتك فاكرة الكاتب العظيم أسامة أنور روكاشة لما عمل أرابيسك إحنا عاوزين هذه النوعية ودي هنا برضو ننشط شركة المتحدة يععملت حاجات كتير يعني أنا فاكرة فيه مسلسل أعتقد اتعامل ليه فإن أنا حنان متوع عن إنها بتدقى عن نحاس وكده وقد إيه هي لكن إحنا عايزين هذه النوعية تعود فتعمل رأي عام في البيوت كمان آه يعني ما هو برضو برضو الناس بتبص للفن سعبة تبقى بتحسن هو حاجة إيه حاجة يعني خيالية آه خيالية مفاصلة على المجتمع أنا إيدي في المجتمع إحنا هناخد كل المحاور بقى آه بقى بالزبط تبقى ثقافة وتعليم وفن وكل الديني على أرض الواقع الديني يا حضرتك إمكانية أن أنا ابني ده اللي دخل مدرسة تكنولوجية هيكمل تعليم عائل هيكمل معهد عائل هيخرج يشتغل على طول فخلاص حضرتك مما تنفيذي ده على الأرض الواقع مش ما عندي مشكلة حتى مش ما عندي مشكلة اجتماعية صحيح يعني زمان كمان يمكن لأن المدارس فاكرة حضرتك لما كانت تهتم بالخياطة والحياكة والاقتصاد فالبنات كانوا يدخلوا بسهولة جدا آه يعني بالزبط الاقتصاد منزلي كانت سنة فيما ده ساسمها الاقتصاد منزلي منتهية وكانوا بيطلعوا خياطوا بيطلعوا يخيخياطوا بيطلعوا يشتغلوا في مطاعم وده موجود على فكرة موجود بس برضو ثقافة المجتمع بتقول إن ده تعليم متوسط وأنا كده بنتي هتشتغل حاجات محدودة لكن لو أنا قلتهم لا ده أنت هتكملوا في قليلة اقتصاد منزلي ده أنت هتكملوا في معايد عليا حاجة هتبقى هحافظ ليهم بيبقى إذن دكتورة بوسينة نحن نضع ملف مهم جدا أمام الحكومة الجديدة وهي فكرة بوعبوع السنوية العامة نحله إزاي عايزين المدارس المتخصصة أو المدارس الفنية تبقى عندها نفس القدرة وأعتقد ده ملف مهم جدا في التعليم وكمان السنوية العامة هنتكلم عليها بعد شوية إزاي نقدر نتعامل معاها بشكل أبسط من كده فاصل قصير نعود ونستكمل معكم الحديث الليلة أهلا بحضراتكم ما زال الحديث نتحدث عن السنوية العامة ونتحدث عن مش بديل نتحدث عن التعليم بشكل عام حتى وكان التعليم الفني ياخد وضعه أمام السنوية العامة بوعبوع بقى السنوية العامة هنعمل معا إيه؟ ما هي الفكرة في إيه برضو؟ زي ما قلت حضرتك البوعبوع ده المفروض أنه دلوقتي بقاش موجود ليه بقى؟ لأن زمان كان مقدميش غير الجامعات الحكومية صح فأنا لازم ابني يجيب المجموع عشان يخش الجامعة غير كده دلوقتي أنا عندي بدائل كتير جدا عندي تعليم خاص وعندي معهد عليا خاصة وعندي تعليم أهلي وعندي كل أنواع التعليم اللي ما لا ترتبط بالمكتب التنصيق أو التنصيق بتحقق من الجامعات الحكومية بس برضو لسه بابا لأن زي ما بقول لحضرتك المسألة ثقافة مجتمع وعشان تغير ثقافة مجتمع أنت محتاج وقت طويل جدا حاجة تاني أن كتير جدا من طبقات الوسطى لسه عندها القناعة أن التعليم هو الفيصل الوحيد في الحركة الاجتماعية أو هو لازم ابني يبقى بكر لازم بنتي تبقى لسانس ما هو ما ينفعش حتى لو يعني بكرستجارة وتشتغل أي حاجة تاني بس همعها بكرستجارة بمعش شهد العلي اللي هو خذ شهدتك وعلي أي حاجة طيب خلينا ناخد الشهدت جنبنا وناخد يعني رأي كمان دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة يا دكتور عاصم مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم على حضراتكم أهلا بحضرتك يا دكتور يعني يمكن بنتكلم عن التعليم خصوصا إحنا عارفين وإحنا في أيام السنوية العامة وما يحدث بقى في هذا المناخ وحالات الهيستيريا والبعبع الخاص بالسنوية العامة اللي بيبدأ من أول السنة وكنا بنتكلم على بدائل إنه كمان مش بدائل إنه يكون كمان التعليم الخاص يظهر بقوة فتبقى الحالة أكثر هدوءا حضرتك رأيكي الحقيقة طبعا أنا بأيّت فكرة التعدد المسارات لما يبقى عندنا مسارات كتير وطرق كثيرة يمكن أن يسلكها الطالب ده بيخفف كتير جدا من الأعباء الملقاة على عاتق حتى الأسرة والطالب ويمكن وزارة التربية والتعليم كانت بتتبنى مشروع مهم جدا خاصة بتطوير السنوية العامة وتعدلها وفقا لنظام المسارات لأنه طبعا إحنا متفقين إن السنوية العامة في كل البيوت المصرية بتمثل رعب للطلاب ورعب الأولياء الأمور وحالات من التوتر والقلق دائما مصاحبة لهذه المرحلة في كل البيوت المصرية ويمكن ده مرتبط لحد كبير جدا بمفهوم كليات القمة طبعا إحنا بدأ عندنا تحول كبير في هذا المفهوم وبدأ يتراجع نوعا ما في الفترة الأخيرة ويمكن الإضافة اللي وزارة التربية والتعليم هتضيفها بنظام المسارات المزمع إن شاء الله تطبيقه ده هيخلي برضو مفهوم كليات القمة يبقى مفتت هو مش هيقضي عليه تماما بالطبع لأن مفهوم كليات القمة مرتبط بنظام التنسيق واللي بيعتمد على مجموع الطالب في السنوات العامة مصبوط فهيكون عندنا قمة لكن ممكن هذه القمة تبقى قمم كثيرة ومختلفة وليس قمة واحدة وبالتالي وتبقى موازية دكتور عاصم تبقى موازية كمان لسوق العمل يعني دلوقتي يعني سوق العمل بقى محتاج يعني محتاج يعني أشكال تانية خالص وتعليم تاني ده في حاجة مهمة إن أصلا سوق العمل لم يعد قادرا على افتعاب الأعداد الكبيرة من خريج كليات القمة يعني برضو دي نقطة مهمة يجب أن يدركها الطلاب وأولياء الأمور يعني سوق العمل محتاج تخصصات جديدة محتاج تخصصات مواكبة للعصر نحن دلوقتي المستقبل كله للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كافة حتى القطاعات في وظائف في المستقبل مهددة تماما بالانقراض وفي وظائف هيحصل عليها تغييرات كثيرة جدا وتغييرات جذرية صحيح طيب أنا صحيح أنا بس عشان نستغل الوقت في وجود ضيفاتي دكتورة بوسينا سؤالي سريعا لحضرتك تعليق سريع عليه طيب يعني ماذا كمان يعني بما حضرتك يعني ودرستك علم النفس مشكلة التعليم مش بس مشكلة التربية والتعليم مشكلة البيوت كمان ازاي اقدر انا اشتغل انا كوزارة التربية والتعليم وكبيت مصري وكثقافة مصرية ايه اللي مفروض اعمله ما بين التلاتة علشان اقدر اغير الفكر بتاع انه طالب السنوية العامة وهذه الهستيريا اللي بنشوفها النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها يا فندم نقطة مهمة جدا لابد من التوعية من قبل وزارة التربية والتعليم ويكون في تعاون بين الاسرة وبين المؤسسات الثقافية والاعلامية والتربوية المختلفة ده شيء اساسي الاسرة بقى تحديدا عليها دور كبير جدا في ان هي تشوف ابنها صح يعني لازم نشوف ابنائنا صح قدرتهم ايه ايه اللي بيميزهم يعني لو انا عندي ابني بيتميز في الاداءات العملية والمهارات اليدوية ده يكون ممتاز جدا في التعليم الفني والتعليم الفني دلوقتي فيه كليات ويقدر انه يعمل ماجستير ودكتوراه كمان فيعني التعليم الفني لم يعود تما كان في السابق طبعا فانا عشوف الاول قدرت ابني بس هو محتاج زقة اجتماعية يعني يبقى ايه تقوله يا ابني طب ماكملتش تعليمك العالي ليه يعني نفس الشيء طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة عاصم حجازي استاذ علم النفس الترباوي بجامعة القاهرة دكتورة بوسينا قول لنا كمان حلول خلينا نحط يعني افكار بما اننا امام حكومة جديدة امام رؤية جديدة دلوقتي انا علشان انجح في اللي حضرتك بتقولي قولي ليه لتخيلك وانت استاذة ترباوي بالنسبة للسنوات العامة والتعليم الفني كله بقى يعني احنا امام ملفات جديدة لتعليم بس انا يعني انا برضو لسه مصررة زي ما الدكتور قالت المسألة فكرة توعية ثقافية توعية مجتمع انا لازم المجتمع اغير ثقافته مين اللي اشتغل هتديلي مين قولي حتى 17 جهة انا بالنسبة لي اللي بيشتغل على المرأة بالتحديد مش الرجل يعني هو المفتاح زي ما انت حرقه قلت هو المرأة اللي في البيت فانا عندي المركز القومي المجلس القومي للمرأة فاحنا بنخاطب المجلس يعني انه يعملوا دورات توعية للأمهات فاحنا نخاطب المجلس القومي للمرأة والأمه والطفولة برضو ده برضو يعملوا يعني توعية أسر الثقافة وزارة الثقافة المسارح طبعا الاعلام ده يعني مهم جدا خاصة المرامج الخفيفة اللي بتبقى في بعض لقناتهم متخصص دي لازم يبقى فيه قناعة عند المجتمع أن التعليم لو أنت عايزة تخلقي رأي عام كامل يعني لو نخلع رأي عام بحيث المجتمع يتقبل كل الحاجات يبقى أكتر من الجهة كمان تشتغل هل مصر ممكن تنجح ويبقى عندها حلم مشروع زي مثلا الفلبين مشروع الممرضة الفلبينية الأغلى في العالم أو زي الهند مشروع المبرمج الهندي بتاع الكمبيوتر الأغلى في العالم إيه المشروع العلمي اللي ممكن أخده وتبقى مصر كده ترفعه يعني هو لأنه عندنا زكاء إحنا عندنا زكاء وعندنا والله مستويات هيلة في الشباب وفي الطلاب الجماعات لو شفت الطلاب الجماعات بيبزروا مجهود قد إيه في بعض الجماعات وقد إيه متميزين هتقولي الكفاءات دي كلها فعلا بتروح فين هي الفكرة أني فعلا إتاحة الفرص لكل هذه الكفاءات أنها تنور في المجتمع هتبقى نموذج تحمس الباقي الشباب الباقيين أنا ما قطرش دي اللي حالك بتقولي عليه ده كان ممكن الأول كان ممكن مفاطرة دلوقتي ماينفعش ماينفعش عامل مشروع القسطة المصري البش مهندس العامل المصري المهر يعني حاجة واحدة قصد يعني العالم متعطش العامل المهر يعني أوروبا متعطش أفريقيا متعطش قصد مايفعش تتبني يعني زمانك ممكن تتبني الممرضة تتبني دلوقتي لا أنت عندك في المجال بقى مفتوح التكنولوجيا بتعلم كل الناس كل الناس قادرة على التخصص التميز بتاعك أنت إيه الإتقان صح الإتقان أنا هي مني الإتقان وأنا الإتقان ده بييجي من قناعة الناس اللي بتدرس واللي هما بيدرسوا يعني المعلم والطالب عنده قناعة والأسرة عندها قناعة بأهمية هذا التعليم لكن أنا شفت حتى سنوية العامة اللي أنت بتقول عليها بيموتوا نفسهم لو جيت قلت للأم والأب طب ممكن أمنك يا غيش وينجا هتقول أه مش مشكلة بس يجيب درجات يعني هما فكرة التعليم في حد ذاتها ملاش قيمة يعني إحنا مندور على الشهادة أيه مندور على الدرجة أنا حصلت إيه ولا أنا ذكرته يعني أنا زمان كنتوا بتخدى قوي من الولاد اللي بيجيبوا اللي هو الأرقام اللي كانت 100 و 1 بحيث 100 و 3 ده إحنا صمينا الكتاب يعني طبعا أكيد ناس بازلت مجهود بس فكرة أنه اللي همني المجهود هل دول تميزه؟ العلم اللي أنا أخدته العلم اللي أنا أخدته شكله إيه مو ده اللي أنا عز وصلاحة ديك زي ما أنت قلتي أن السوق متغير ما بقاش القدرة على الحفظ واكتساب المعلومات والمعرفة هو الفيصل الفيصل القدرة على التعلم إن أنا ممكن أخذ تجارة صناعة زراعة مهندسة طب بس ما طلع السوق ما لقش الطب مثلاً أو ما لقش المحاسبين دول خلاص عارفة دكتورة بوسينا حضرتك وانتي بتتكلمي وإحنا بتتكلم أعتقد أن المائدة دي ممكن نفكر نعمل يعني جلسات وجلسات نقاش يكون موجود فيها زي حضرتك حد متخصص تربوياً حد في التعليم حد في الثقافة إحنا ممكن نمثل الإعلام يعني عايزين حد يمثل الشارع المصر بزبطة عشان يبقى فيه الدراما واحد الكتاب أو المخرجين وأعتقد إنه دي تبقى مبادرة تغيير التفكير والتفكير إزاي أقدر أقدم يعني يعني أقدم التعليم بشكل مختلف يعني أو الناس تبص لي أن التعليم لبناء الشخصية مش إن أنا أجيب درجة وسوق العمل سوق العمل محتاج إيه وبعدين نشتغل عليك السوق العمل متغير لكن لو أنا ربيت إبني على القدرة على التعلم أما يتخرج من أي كلية هيلقى السوق اتغير هروح يتعلم للسوق الجديد لأنه عنده قدرة على التعلم أنا بقى نفسي يا دكتورة هو يتعلم هو يعرف قبل السنوية العامة السوق رايح فين يعني أنا بعرف السوق رايح كده فيابني أنت تدخل تدرس نعم بالزبط فده اللي نفسي إحنا نعمله أنا مش كناك شكرا جزيلا بجد نورتينا ونتمنى إن شاء الله أنه مزيد من النقاش يحصل الحراك في الموضوع ده الوقت انتهى وانا سعيدة أن إحنا رجعنا نطل على حضراتكم من خلال حكومة جديدة من خلال أمل جديد من خلال رؤية جديدة أنا دايما عندي أمل في مصر كبير وعندي أمل كبير قيادة السياسية عندنا وعية وطنية محبة لهذه البلد ولكن لازم كلنا كمان نكون مدين إيدينا ماينفعش أبدا الحكومة مش بابا وماما أبدا لكن الحكومة هي مجرد أنها بتنفذ التحديات وبتحاول تحل لكن كمان المواطن لازم يمدي إيده والكل لازم كلنا نبقى في نفس المركب إحنا في مركب واحدة أكيد التاسعة يعني انتهت ليوم الخميس غدا تتجدد التاسعة ليوم الجمعة أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله والعمل والأمل ده العنوان الجديد